كان اطلق البرلماني احمد تنطاوي مبادرة بعد ما السيسي قال انتقده مش هنزعل فاحمد تنطاوي اطلق مبادرة النائب البرلماني اطلق مبادرة بتشكيل لجان للمقاومة الفساد والسيسي يقعد لالعشرين اتنو وعشرين حتى حد سألني بيقول لي انت مسد احمد تنطاوي قلت له اه مسده كونه الحقيقة بيعمل كده ده ليه انا كدبه انا ما عنديش شواهد تكدب الراجل يعني وفي النهاية صحيح البرلمان ملوش ايه ثلاثين لازمة لكن الراجل استغل لفرصة بزكاء شديد جدا السيسي اعلنه على استعداد للاصلاحه قال له طب ماشي نصلح فالحركة المدنية رحبت بمبادرة البرلماني احمد تنطاوي احمد تنطاوي لكن في معارضون في المصريون بيقولوا هذا موقفنا من مبادرة البرلماني احمد تنطاوي يا ترى ايه موقفهم بقى معرفش يعني ايه موقف المعارضون المصريون يعني قال معارضون مصريون بالخارج معرفش اللقب ده برضو الالفاظ لازم او المصطلحات لازم نتوقف عندها هو فيه معارضين مصريون في الخارج انا مش قصدهين حد احنا انا اذا بنتكلم على مصريون في الخارج فهم ضد النظام اصلا مش معارضين استكلمة معارض دي يعني انت ضد نظام يعني اصلا انت جوه نظام وبتعارضه وامن لكن اللي بره هو بيعارض من بره لانه لو عارض من جوه هيروح في دهية اذا هو ضد النظام ده وضد المنظومة لكن اللي حصل انه عاجل على طول النهار ده بعد ما بقدم احمد تنطاوي احمد تنطاوي ما بدرته دي عاجل احمد تنطاوي حالته للجنة القيم بسبب بثه او بثه فيديو للإساءة للمصر هو الفيديو اللي احنا زعلنا مبارح الفيديو يا جماعة اللي زعلنا مبارح اللي كان بيتكلم فيه احمد تنطاوي حوالي اكتر من تسعين ارطاص في برلمان الكلام الفارغ اقدموا او وفقوا على حالة احمد تنطاوي للجنة القيم على الفيديو ده فالحقيقة وده معناه فعلا ان السيسي زعل وان السيسي غضب جدا ان الشاب يعني هو راجل طبعا لكن زعل ان الشاب ده او الراجل ده احمد تنطاوي انت بتحرجني يعني انا اقول لكو اعملوا اصلاح وانتقدوا تنتقدني انا تنتقدني انا انا بقولك انتقد وزير التعليم انتقد منك انت انتقدني انا شخصيا فأحالوا لجنة القيم انا بس عايز اقولك في حاجة بس انبارح كان معايا خبر ما تزعش ان برلمان القطط ده يعني القطط حلوة برلمان العرر ده عنده احكام من محكمة الجنايات ضد عضاء كتير منهم مرتضى الجربان لان مرتضى عليه اضايا كتير جدا والبرلمان ده رفض انه ينفذ احكام محكمة الجنايات لكن جاي بقى على احمد تنتاو يقولك حالة لجنة القيم ليه لانه اهل السيسي يقعد من 22 وقال نعمل لجن لتشكيل فساد يرد كبير البراميل العجلاتي الكبير والعجلاتي الناس محترمة بس لما بقى عجلاتي رئيس برلمان تبقى مشكلة اهو اهو قد اهو بينهما سعيد البرلمان يرفض رفع الحصانة عن ثلاث نواب عليهم احكام رفض مجلس النواب ده سعيد حسنين وعلاق والي وعلاق العمدة وسعيد حسنين بص بشأن رفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجرنية تجاه النائب علاء والي في القضية رقم كذا وذلك الارتكاب يجنح اصدار الشيك بدون رصيد والشيك مقابل اثنين مليون لصالح مين بقى لصالح الشركة المصير للسامرات كما رفض الطلب المقدم من النائب العام النائب العام بتاع الدولة بتاع الشعب طلب رفع الحصانة عن سعيد حسنين لارتكابه جنحة اذاعة امور من شأنها التأثير في التحقيرات النيابة بسبب وجود شبهة كيدية في الطلب بسبب عدم وجود قرار يمنع النشر في القضية وبخصوص النائب العلاق العمدة تم رفض رفع الحصانة لاستكمال السير في اجراءات محاكمته في القضية رقم كذا مركز ابشوي وذلك في وقعت البناء على اراضي زرعية ده غير مرتدى الجربان عليه 30 مرة عليه احكام ينفزها منها انه زور انتخابات برلمان الاخيرة دي يا راجل ده عمرو الشبكي واخد قرار محكمة بان احمد مرتدى منصور ابن الجربان مرتدى منصور زور في الانتخابات وطار من الدايرة الانبابة والعجوزة او انبابة والدق طار من الدايرة وبرضو المحكمة وقالت المحكمة يروح اسمه ايه ده عدو مجلس شعب عمرو الشبكي المجلس قرار بيخلص وعمر الشبكي ما دخلش المجلس حتى هذه اللحظة ام جاي دلوقتي يحيل احمد تنطوي لجنة القيام اه يا عرر على كل حال نعرف بقى السبب ايه رد كبير العجلاتية وقال ما عنديش مبادرات واللي يعلن زي ما يعنه هو عايز في الجرائد وانا لا التفت لمثل هزوها الكلام من يتناول هزوها القيادة السياسية بالسلب لما كان له في مصر عموما وعليه ان يذهب الى بلد اخر ده كلام العجلاتي الكبير علي عبدالعال بتاع العجلاتي عرفتي ليه بقى احمد تنطوي تقريبا اتقارد فتحيته نشوف الخبر اللي بعد